عشرون عاما مضت على غزو العراق شهدت حمام دم خطف أرواح الكثيرين على الرغم من الأمل بعراق جديد يوفر حياة آمنة واقتصاد قويا ونظاما سياسيا مستقرا يلبي طموح جميع المكونات لكن العراقيين اليوم يرون تجربة الديمقراطية بروح مليئة بالتشاؤم والله بل عشر سنة كنش متحقق بالعراق لا شوارع لا تبليط لا أمان يعني ما تحقق شيء بالعراق كل شيء ما تحقق والوضع أسوأ مما كان الديمقراطية الديمقراطية شكل ديمقراطية بلا ديمقراطية وعلامات استخطباتت واضحة عند المواطنين نتيجة فشل المؤسسات الحكومية في توفير الخدمات وتفشي الفساد وانهيار الجانب الصحي وهيمنة نظام المحاسسة وظهور التنظيمات المسلحة والميليشيات كلمة الديمقراطية هي كلمة بدعة لأنه أكثرنا ما نعرف شنو هي الديمقراطية الديمقراطية ناس تفسرها بالحرية وتروح تسوي أي شيء في جانب الفساد في جانب الصحي والخدمي للمواطن لأنه نحن تنشوف من سيء إلى أسوأ يعني فش لا تصارع وبحسب إحصائيات لمنظمات دولية بيّنت أن الغزو الأمريكي دشن مرحلة عنف لم يشهده العراق من قبل حيث قتل مئات الآلاف من العراقين منذ بداية الغزو وحتى الانسحاب الأمريكي سنة 2011 إلى جانب عدم إيمان شريحة كبيرة من الشعب العراقي بفكرة الانتخابات إلى جانب تنديد دولي بجو العنف الذي يشهده العراق